طالب رؤساء الكنائس في المدينة المقدسة بوقف مخطط سلطة الطبيعة الإسرائيلية الرامي إلى توسيع الحديقة الوطنية التي تسيطر جمعية العاد الاستيطانية على قسم كبير منها بحجة إطفاء طابع جمالي للمنطقة ويشمل المخطط مساحات واسعة من جبل الزيتون والذي توجد فيه أملاك للكنائس المحلية وأماكن مقدسة هامة للديانة المسيحية وأكد رؤساء الكنائس في رسالة بعثوها إلى وزيرة حماية البيئة الإسرائيلية أن المخطط يمس بحقوق الكنائس في هذه المنطقة التي تمتد مساحتها إلى 1085 دنما وأضاف رؤساء الكنائس أنه بالرغم من أن سلطة الطبيعة تطرح الخطة من الناحية الرسمية إلا أن هدفها الوحيد هو مصادرة أكثر الأماكن المقدسة للمسيحيين وتغيير طابع المدينة معتبرين أنها خطوة قاسية وتشكل هجوما مخططا له مسبقا على المسيحيين في الأراضي المقدسة وعلى الكنائس في البلدة القديمة